موسيقى موسيقى أستاذ أفارس بن محمد العوفي عضو لجنة البرنامج وممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب صباح الخير صباح النور منيرة وصباح الخير والجمال والإبداع لكل المتابعين والمستمعين الله يعطيكم الصحة والعافية أنا أول ما ذكرت الموضوع منهالت علينا مجموعة من الرسال يمكن نحن اليوم نعيش وسابقا أيضا مجموعة من المبكرين يمكن استضفنا كثير منهم ولكن أعتقد أن هذه فرص رائعة جدا للمشاركة في مثل هذه البرامج ياريت تحدثنا بداية أو تعطينا نبدأ عن أبغريد نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا برنامج أبغريد أولا يعني سبحان الله نحن نقول دائما كان عندنا شوية بعض التحسس من أن هناك مشاريع كثيرة في البلد الحمد لله رب العالمين ولكنها يعني كل حد يعني بالمصطلح العام من كل حد يغرد في صوت صحيح لكن في هذا البرنامج يعني أنا أعتبره برنامج استثنائي بسبب منيرة أنه ست جهات يعني في البلد تجمعت في قالب واحد يعني نتكلم عن الشركة العمانية للاتصالات عمان تل نتكلم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نعم نتكلم عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نتكلم عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة متوسطة وأيضا الصندوق العماني للتكنولوجيا أوتي أف وأيضا وزارة الثقافة والرياضة والشباب كلها ست جهات اجتمعت في برنامج أبغريد من أجل أنها كل وحدة تساهم على حسب اختصاصاتها وأهدافها كوزارة أو كهيئة نعم فاجتمعوا في برنامج أبغريد مثل ما ذكرتي في مقدمتك أنه هو تحويل المشاريع الطلابية مشاريع التخرج إلى شركات ناشئة وطبعا هناك طبعا مجالات يعني هذا البرنامج يركز على القطاعات اللوغستية والتقنية جميل القطاع اللوغستي والتقنية لماذا؟ لأن لو رجعنا إلى رؤية عمان 2040 سنجد أن هي هذه من أهم المجالات التي تركز عليها الرؤية صحيح بالتالي كان التركيز من بداية النسخة الأولى إلى اليوم وصلنا إلى النسخة الخامسة في دعم هذه المشاريع في هذا المجال جميل جدا هل يتم التركيز الآن في الوقت الحالي في ظل جائحة كورونا أعتقد الكل يعني غير نوعا ما بعض الأحداثيات صحيح في آليات مختلفة نوعا ما مركزين على مشاريع خصوصا تقنية في الفترة الحالية ابتكارات معينة تكون مناسبة لجائحة كورونا نحن عندنا تقريبا ست مجالات لنركز عليها في القطاع اللوجستي والتقني نعم وهي طبعا البيانات الضخمة جميل وحلول المدن الذكية وأيضا حلول أمن المعلومات وتطبيقات انترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكذلك سلسلة الكتل لبلوكتيشن ما شاء الله أيوة فبلوكتيشن فهذه الست مجالات هي المجالات اللي نركز عليها في برنامج أبغريد في المشاريع التخرج لطلبة التعليم العالي في مختلف الميالات وطبعا هنا أيضا أحب أركز ليس فقط في السلطنة حتى المبتعثين خارج السلطنة ممكن يشاركوا جميل أيوة فهي مفتوحة للعمانيين داخل السلطنة وخارج السلطنة نعم فأعتقد أن هذه فرصة ذهبية لكل مبتكر اليوم بالنسبة للإجابة اللي كانوا يسألون عن التحديثات الجديدة هل أنتم مركزين فقط على مشاريع تخص أو مواكبة تكون لهذه الأحداث أو في الوقت الراهن لا أعتقد أن المجال مفتوح لا هي بما أن هذه المجالات الستة نعم أي موضوع أو أي تقنية أو أي مجال لوجستي معني بهذه القطاعات الستة هي قابلة للدخول في البرنامج نعم والمنافسة على البرنامج أي أن كان موضوعها وأي أن كان توجهها بالطبع ما دامت هي داخلة في أحد المجالات الستة هذه هي تستقبل هي منيرة على فكرة بالنسبة لجائحة كورونا والأوضاع الحالية هي لم تتغير كتوجه برنامج لكن هي تغيرت فقط كآليات أي كآليات يعني اليوم إحنا كان سابقا يكون فيه فريق إعلامي يزور الجامعات والكليات طبعا اليوم الطلبة ما موجودين في الجامعات وبالتالي عندنا خطة إعلامية الآن مكثفة طبعا هو تم الإعلان خلاص في مايو نعم تم الإعلان الشهر الماضي وأطلق البرنامج فمتاح الآن التسجيل لأي طلبة يحبوا يسجله في هذا البرنامج طبعا الآن اختلفت مثل ما ذكرت الآلية الآن بتكون في عندنا لقاءات على برنامج الزوم بتكون لنا لقاءات على السوشال ميديا وأيضا بيكون لنا تواصل مع الكليات والجامعات التواصل طبعا مباشر وبالتالي كل التقنيات احنا نحاول وكل الآليات نحاول نتخذها لأن اليوم على اساس نقدر نوصل فعلا لأكبر شريحة من الطلبة سواء داخل السلطنة أو خارجها أو خارج السلطنة النسخ السابقة يعني اليوم إذا نجد نتكلم عنها يرد تحدثنا تجارب البعض من خلال مشاركتهم في أبغريد وين وصلوا؟ نعم طبعا احنا من النسخة الأولى إلى اليوم وصلنا النسخة رابع معناتها أن أربع نسخ نفذت في السابق وإحنا عندنا كان ثلاث مشاريع في النهاية تفوز ثلاث مشاريع في كل نسخة وبالتالي تقريبا 12 مشروع خلال النسخة السابقة تم دعمها وما زال الدعم قائم بنفس على الرغم الظروف اللي صايرة ما زال الدعم موجود بنفس الآلية يعني عندنا مثلا كل مشروع يعني مني لا تخيل كل مشروع رح يفوز من الثلاث مشاريع رح يحصل على ما يقارب 12 ألف ريال عماني من أجل تحويله إلى شركة ناشية سواء كانت شركات فردية عفوا سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات جميل أو شركات أنا أنت شجعتني على ابتكار اليوم دعم سافة فيها غوازي فلوسة هاي ضروري أنا بابتكار اليوم عادي لا وأكثر من كذا أنه هذه فقط اللي هي المكافآت النهائية لكن طبعا هم بيمروا ببروسيس معين بيدخلوا في دورات تدريبية في دورات تأهيلية على أساس إحنا نوصل يعني الأعداد الماضية كانت في بعض النسخ وصلت إلى فوق المية المسجلين مروا طبعا بفلترة معينة في عندنا ثلاث مراحل هذا حوافز جميل طبعا طبعا يعني حتى لو الشخص ما وصل إحنا نقول وهذا طبعا ظاهرة معروفة حتى لو الشخص ما وصل إلى المراكز الثلاثة الأولى هو أصبح مؤهل أنه يكون في سوق العمل جميل صار جاهز هو فريق العمل تبعه من خلال الدورات من خلال البروسيس اللي راح يمر عليه صار تعلم سكلز معين في ريادة الأعمال وصار عنده المهارات والقدرات أنه يدخل سوق العمل حتى بنفسه حتى لو ما فاز بالبرنامج ماشاء الله وبالعكس يعني بالعكس في أحيانا في بعض المسابقات تجد اللي فازوا بعد فترة سبحان الله يختفوا يختفوا واللي ما فازوا تجدهم بعد ذلك شركات على أرض الواقع موجودة فهذه الفكرة يعني لأنه أحيانا أحيانا الخسارة تدفعك إلى النجاح صحيح يعني مثلا أنا خسرت أو أنا ما أقول خسرت لأن كل من يشارك هو ربحان أنا أعتقد صحيح لكن أحيانا الواحد يأخذها بحساسية نوعا ما أنا شاركت وأنا ما حالفني يلحظ وغير ذلك لكن أنا راح أثبت لهم أنه أنا راح أفوز فهي هذه يمكن المركز الأول راح يختفي صحيح لكن المركز الأخرى هذلك تشوفهم في أرض الواقع صحيح شروط المشاركة شروط المشاركة طبعا عندنا عدة شروط في المشاركة بالنسبة للبرنامج اللي هي اللي هي تغيرت الشروط عن الشروط السابقة ولا هي نفسها لا هي نفسها يعني إحنا ما نقول شروط إحنا نسميها معايير التقييم جميل على أساس كل واحد يكون جاهز يعني مثلا إمكانية تطوير الفكرة لمنتج تجاري يعني لازم تكون الفكرة قابلة أنها تتحول لأن بعض الأفكار من الصعوبة أنها تتحول إلى منتج تجاري أو أحيانا حتى الواقع هنا في السلطنة قد تكون في بلدان أخرى قد تطبق هذه الفكرة لكن هنا قد تكون من الصعوبة تطبيقها أيضا نموذج عمل الشركة والنموذج المالي لازم تكون متواجدة وبعدين مميزات الفريق المهارية لازم يكون فريق العمل المكون والمشكل وطعمان راح يتم تقييمه هذا فريق العمل هل هو فريق عمل عنده دراية عنده الطلاع أساسا؟ هذه مهمة جدا الاستراتيجية التسويقية راح تقيم الاستراتيجية التسويقية لأنه دائما أحيانا تحصل منيرا أنه الفريق ما شاء الله متكامل عنده المادية عنده الإمكانيات لكن ينقص الجانب التسويقي صحيح فبالتالي مهمة وضوح وتميز الفكرة نفسها نعم يعني من غير إنها إمكانية تحويلها وضوحها الفكرة صحيح يعني كيف تقنع أنت لقنة التحكيم بالفكرة فعلا وتقنعهم بجدواها وأخيرا القيمة المضافة للفكرة مقارنة بالأفكار المشابهة جميع يعني أحيانا أنت جاي بفكرة لكن في أفكار موجودة في السوق صحيح إيش الاختلاف؟ ماذا يميز فكرتك عن الأفكار؟ إيش اللي بتتفرد فيه؟ يعني البعض قليسي والله أنت الآن جاي في كورونا أذكرني مرة يعني شخصيا هذه صارت لي يعني أريد أفتح مشروع مركز تدريب يقولوني اليوم جالسة مراكز تدريب تغلق في كورونا أنت جاي تفتح مركز تدريب يا فارس والله هي الفكرة وين؟ ماذا تريد أن تتفرد؟ إيش اللي بتضيفه؟ القيمة يسميوها الـ ايش القيمة المضافة اللي راح تكون؟ صحيح هذا اللي راح تصنع فارق أين كانت الضروف؟ الفكرة موجودة ولكن أنا طورت طورت أضفت لمسات معينة من خلال حاقة مجتمع رأيت أنه في ناس كثيرين مثلا قد تكون هناك عيوب في الفكرة الموجودة فأنا قمت بتخطي هذا العيوب الوقت أيضا أعتقد أنه مهم لتسليم المشاريع أو التسليم أو التسليلات؟ نعم هو وقت أعتقد جيد هو انطلق الإعلان وعلن في مايو في عشرين مايو تقريبا تم إطلاق الإعلان خلاص من الشهر الماضي ومتاح إلى شهر أغسطس يعني إلى شهر ثمانية فالمجال مفتوح ما زال نحن في شهر ستة ما زال عندنا شهر سبعة وإلى بداية الأسبوع الأول من شهر ثمانية فالمجال مفتوح للمشاريع الخطة متكاملة ما شرحت الآن هو جميل ودور الوزارة دور واضح ما شاء الله عليكم فنحن أحب تقول عن دور الوزارة نعم طبعا نحن كوزارة الثقافة والرياضة والشباب دائما توجهاتنا دائما ندعم الشباب وتعرف نحن وزارة الثقافة والرياضة والشباب ربما البعض قد يتساءل يعني اليوم هذه مشاريع ريادة أعمال فإيش دخل وزارة الثقافة لكن احنا ما نتكلم عن قطاع شبابي احنا عندنا طبعا الثقافة والرياضة وشباب نعم فكلمة الشباب معنا ذلك وين ما يوجد الشباب في أي مجال من المجالات نحن نحاول أن ندخل ولكن ندخل مع الجهات المعنية وهذا اللي صار في برنامج أبغريد وزارة الثقافة والرياضة والشباب لأن من ضمن اختصاصاتها وأهدافها ومهامها هو تمكين القطاع الشبابي فإحنا داخلين بالتحديد في تطوير القدرات المهنية والإبهاء للشباب أنتم مقصرين على فكرة حتى يمكن أسبوع الماضي كان عندي لقاء مع الشباب بعد أصدار قرار صاحب اسموه ليزن للحديث عن العابل ورياضات الإلكترونية لو تشوف فرحة الشباب صحيح يعني جتني رسائل كثيرة واستضفت بعض الشباب من صلالة أخذنا ومن مسقط أخذنا ومن يوتيوب أخذنا قالوا نحن عندنا مشاركات سابقة ولكن كانوا حينما يقبلونا قلت لهم ليش ما كانوا يقبلوهم يقولوا ما كانوا عندكم اتحاد يردوا علينا صحيح اليوم نحن عندنا اتحاد نحن اليوم راح نشارك فلو تلاقي فرحتهم بطريقة يعني سبحان الله برغم أنه تول خبر بالأمس إلا اليوم الثاني ونفس اليوم أنا استقبل رسائل عبر الهاتف أنه نحن نريد نطلع معاكم نريد نسولهم ورد كلا لا إن شاء الله الحمد لله يعني أنا أتوقع وجهة نظر الشخصية وكوني جزء من هذه الوزارة الموقرة ويرأسه طبعا سيدي صاحب السمو ذيزن وهو طبعا رجل شاب ويعرف تطلعات الشباب أو يعني ويأخوذ تطلعات الشباب بعقلية الشباب وهو بعقلية الشباب طبيعي فالوزارة اليوم أنا أبشرك أيضا منيرا الآن في مشاريع قادمة في الطريق راح يتم يعني ظهورها قريبا طبعا أنت تعرف الآن في مسألة الموازنات الآن والتسكين وهذه الأمور لكن مشاريع قادمة نشتغل عليها في كل القطاعات الله يعفوش ملعفوش لأننا نحاول بقدر الإمكان فعلا يعني الشباب يروح للخارج لكن ما عندهم أساسا تأسيس محلي صحيح وبالتالي هذه المحاولة من الوزارة إنها تحاول أن توفر لأن الشباب موجودين في كل القطاعات صحيح يقول أن الدول الواعية والبصيرة بنواميس النهوض والتقدم والتطور إيش اللي تعمله تصنع بيئة الموهبة قبل أن تبحث عن الموهوبين لأن الموهوبين موجودين موجودين لكن أنت اصنع البيئة تيح المجال ورح يجي الموهوب ورح يبدع ورح يطلع قدراته ورح يضيف ونحن نتمنى ذلك في كل المجالات بإذن الله تعالى إن شاء الله فنحن نتمنى التوفيق أكيد لكل الشباب ويعني أعتقد أن توقيت مناسب الآن لكل من الذي يبتكار أو طور في بعض الابتكارات في برنامج أبغريت نحن نشكركم جزيلا الشكر حقيقة وأنتم اليوم ملهمين حقيقتين في كثير من الشباب ممكن نقولك أنا عندي ابتكار ولكن أنا حطيت الابتكار هذا بالبيت اليوم أنت عندك الفرصة الذهبية للمشاركة فيها غوازي يا جماعة الخير أستاذ فارس أنهمتني اليوم أنا أروح أبتكار والله متاح للجميع حتى على فكرة أحيانا للمعلومة أيضا حتى أحيانا بعض الفرق نحن نتكلم عن طلبة السنوات الأخيرة اللي هي مشاريع تخرج لكن ممكن لهؤلاء الطلبة حتى يستعينوا بخبارات خارجية هذا متاح يعني لاحظ الفكرة هي الفكرة إن كيف تتكامل وكيف إن نتيح بقدر الإمكان بعض الأبعاد اللي ممكن تضيف خبرات تعرفي ما زالوا طلبة على مشاريع التخرج ما زالت ليست لديهم الخبرات الكبيرة فممكن يستعينوا بخبرات خارجية بيوت خبرة موجودة ويتطوروها نوعا ويتطوروا فكرتهم وكذا ويستعينوا فيها ويشاركوا وينافسوا فيها طب لجنة التحكيم يأخذون يعني بعين الاعتبار أن مثلا هذا المشروع له ممكن المجتمع يستفيد منه لفترات أو للمستقبل طبعا لأنه حتى هذه المشاريع ترى رح تمر بعد ذلك بعد فوزها رح تمر بمتابعة لمدة ثلاث سنوات ماشاء الله وبالتالي ليست الفكرة فقط أنك انتفزت وهذا المبلغ وروح لا إحنا بعد الفوز رح يتم يعني أخذ بيدي الشباب هاي هذه الشركات وحتى كانت من ضمن الحوافز صغير عن هذه أنه رح يتم لقاهم ومحاكاتهم مع بعض الشركات العالمية هذا من ضمن الحوافز أيضا في مشاريع من نسخ السابقة وصلت يعني أخذتها للخارج نعم في مشاريع راحوا وسافروا برا وطلعوا على تجارب خارجية ورقعوا بأفكار يعني لماذا؟ لأنه من بعض الإشكالات اللي كانت تواجه حتى الرواد الأعمال والشركات هذه ونرى أنهم صح كانوا يفكروا فقط على مستوى المحيط المحلي على مستوى الولاية على مستوى السلطنة كماكسيمم يعني صح لكن اليوم نريد أن نخرجهم خارج الصندوق أن يفكروا بتفكير عالمي أنهم بعد فكرة ممكن تكون شركة على مستوى العرب على مستوى الخليق على مستوى العالم ليش؟ شو المانع؟ وفعلا في شركات اليوم أصبحت ونماذج موجودة في السلطنة صارت عندها اتفاقيات خارج السلطنة واتفاقيات عالمية صحيح فهذا اللي نريد من مقاعد الدراسة يبدأوا يفكروا عالميا بالضبط نحن نتمنى ذلك بالحقيقة لأن اليوم الشاب العماني شاب موهوب شاب عنده الرغبة أنه يكون متواجد ويثبت حالة ولكن مثل ما ذكرت أنه نحن نصنع منطقة منطقة للموهوبين وبعد ذلك الموهوب موجود موجود ونعطيهم الفرصة صحيح لا نقول أنه والله هذا وش دراء وش عرف هذه الكلمات المصطلحات اللي دائما نسمعها وأيضا معاناة رواد الأعمال من بعض الجهات والتعقيدات نتمنى أن نتخلص منها قل هذه الأيام نحن اليوم في 2021 نتمنى أن نتخلص من هذه التعقيدات يعني أول التعقيدات تروح أنت في مكان أو جهة معينة حتى يمكن ما أخذ مواليد أجدادك ما أخذ نسخة منها بعد يقول لك أوراقك ناقصة يعني تعقيدات هذه ما لها داعية خلال الناس تشتغل خلاص خلال الناس تطلع خلاص الناس قاعدت تأخذ أفكارنا من خارج اليوم الشباب صاروا يعني يشاركون بالأفكار والمواهب هذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنسرق منهم صحيح فأنا أعتقد اليوم نحن دورنا نثبت أنه الشاب العماني موجود ومكافح ويقدر صحيح وأنا أتفق معك اتفاق كلي بحكم أيضا وقودنا في القطاعات الشبابية خلال السنوات يعني خلال أكثر من ثمان سنوات في الوزارة نعم فأنا أأكد لك تأكيد تام فعلا الشاب العماني متى ما أعطي المساحة وأعطي التمكين راح يبدع بطريقة يعني حتى ما تتخيلها بأمانة وأنا أريد أحيي هنا أقدم رسالة تحية كبيرة وعظيمة لفريق أبغريد لسبب بأمانة كل العضاء اللي يمثلوا هذه الجهات كلها الست أعضاء فعلا ذو فكر رائع جدا جميل لدرجة أن اليوم وانا أصرح فيها اليوم يعني صراحة لإضاءة مسكة أفأم لدرجة أن اليوم احنا نفكر في القادم بعد أن نشتغل في النسخة الخامسة لكن اليوم قال سين نشتغل على النسخة السادسة ريد نوصل لمستوى مش أننا نطلق المسابقة أننا نوصل لمستوى يكون لنا تعاون حتى مع الأكاديميين اللي درسوا الطلبة من السنة الأولى كيف يهيئوهم للسنة الأخيرة وكيف يفكروا في اختيار الأفكار لأن اليوم احنا دينا المشاريع تراها تم اختيارها يعني مسبقا قبل المسابقة هي معتمدة من الأكاديميين من الدكاترا المشرفين في القليات والجامعات لكن احنا اليوم نفكر لا ما قبل اختيارهم للمشاريع ما شاء الله جميل نبدأ نتواصل مع الأكاديميين حتى نؤهل الأكاديميين ونتعاول معهم كيف يؤهلوهم في اختيار مشاريعهم هذا الشغل يعني هذا حقيقة هذا الشغل ونجتمع تقريبا كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع نطور هذه النسخة من الآن الله يعطيكم الصحة والعافية وانتم جدا قريبين من الأفكار الشبابية خصوصا وزارة الثقافة والشباب يعني ما مقصرين وفرحة الشباب ممكن أنا سابقا ذكرت يعني اليوم مو بس أصدر قرار في الجرائد وعبر الإعلام وخلاص نحنا تعرف احيانا نقول وصلنا لمرحلة ايش الخبر الآن انتشن وصفقنا وخلصنا بعد شوية بعد أيام اختف الخبر ماشي منا لكن لا بالعكس انتم الآن النسخة الخامسة وراح تستمرون والأجمل من ذلك انكم قريبين من الشباب ومن العقليات الشبابية ومفري لهم حد رغم الظروف الصعبة الآن مفري لهم انه في آلية مختلفة راح تشاركوا راح تشاركوا فيها وقعدي تفكرون في النسخة القادمة صحيح فالله يعطيكم الصحة والعافية الله يسلمك منيرة وهنا أيضا اخطب بعبارة دائما صراحة تعجبني لسعادة الشيخ وكيل الوزارة الشيخ رشاد الهناي نعم وكيل الوزارة للرياضة والشباب أجملتك كان دائما فيه كتير معاد دائما يقول عبارة يقول يا شباب ركزوا في المشاريع رجاء انه كل مشروع يحتوي اكبر عدد من الشباب العماني نعم اكبر عدد بقدر الامكان والشيء الثاني انه لا لا نقتصر فقط على تقديم الخدمة نعم وانما نأخذ بيد الشاب الى نهاية نرى انه قد وقف على رجوله يعني امتداد استدامة وهذا شيء وهذا يعني يعني تطبيق لكلامك اللي قلتيق قبل شوية انه احنا كيف ما بس نحتوي الشباب ونوفر لا نأخذ بيدهم الى ان خلاص نضمن انه واقف على رجوله وبعد ذلك هو اتركه ينطلق وانه وصل وانه وصل واتركه ينطلق بهاي الطريقة نحنا نشكرك جزيلا شكر السادة فارس بن محمد العوفي عضو لجنة البرنامج وممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب طبعا هذه رسالة ايضا لكل الشباب للي داخل او للي عنده او ابتكر عندك الفرصة ذهبية الان للمشاركة ونتمنى توفيق للجميع واحنا ايضا بدون نشكركم كفريق ابي جريد ونشكركم كوزارة الثقافة والرياضة والشباب ودائما ايضا اضاعات مسقط اف ام واجبنا دائما حاضرة دائما في التغطيات حاضرة في توضيح الاشياء واحنا نقول ايضا لشاب يعني دعم لكلامك ايضا انه ممكن يتواصلوا معانا على حسابات البرنامج على السوشال ميديا وحسابات الوزارات الممثلة لهذا البرنامج كل الوزارات شغالة في التسويق يكتبون ابغريد فقط بس ابغريد ويحصلوا طبعا الحسابات موجودة ممكن يدخلوا على اي وزارة من الوزارات احنا كل وزارة لها خطة تسويقية ايضا دعم للبرنامج ونرد على كل احنا كممثلين وزارات وهيئات احنا مستعدين نرد على اي استفسارات في حسابات الوزارات كل التوفيق لكم وكل التوفيق اكيد لشبابنا الله يعطيهم العافية رب وكل التوفيق لكل المبتكرين وهذه فرصة ذهبية للمشاركة في برنامج شكرا شكرا قزيلا شكرا